اشتركوا في القناة بالشكر والتقدير على تواجدكم الراقي وتعليقاتكم القيمة التي تدفعني لبدل المزيد من الجهد لتطوير هذه الحلقات والاستمرار في تقديمه وإنني أستفيد كثيرا من أي تعليق أو مراهرة تذكرونها فلا تبخروا بتعليقاتكم لأنها تعني لي الكثير في حلقة اليوم سوف نوجه أنظارنا إلى المعادلة الثانية وهي قانون جاوس المغناطسية لذا استعدوا لحلقة اليوم ولسيما وأنها تتناول أحد المواضيع الأكثر إثارة وهو موضوع المغناطسية من وجهة نظر ماكسويل تعتبر معادلات ماكسويل حجر الأساس لفهم الظواهر الكهروماطسية حيث تشكل هذه المعادلات إطارا رياضيا يصف سلوك الكهربية والمغناطسية كما وتوضح كيف يتصرف كل من المجال الكهربي والمجال المغناطسي في عالمه فعلى سبيل المثال كيف يمكننا معرفة شكل المجال الكهربي أو المغناطسي إذا لم يكن لدينا أي تجربة يمكننا القيام بها لحسابه نعم يمكننا حسابه نظريا باستخدام معادلات ماكسويل التي تشفر رياضيا كيف تتصرف هذه المجالات الكهربية والمغناطسية في حلقة اليوم سنركز على المعادلة الثانية لماكسويل والتي تعرف بإسم قانون جاوس المغناطسية والتي تكتب أيضا بصيغتين تكاملية وتفاضلية ولكن اليوم على خلاف الحلقة السابقة التي شرحنا فيها معادلة ماكسويل الأولى سنبدأ بالصيغة التفاضلية حتى نعطي هذه الصيغة شرحا أوفا ومن ثم ننتقل إلى الصيغة التكاملية ما هي تلك الرموز التي تظهر في الصيغة التفاضلية؟ لدينا الرمز B وهو الرمز المستخدم للمجال المغناطسي أما المثلث المقلوب الذي يعرق بإسم نبلة وبجانبه نقطة كلاهما يمثل معا ما يعرف بإسم التباعد أو الـ divergence باللغة الإنجليزية وكل من الرمزين B ونبلة هما كميات متجهة والتباعد عبارة عن مؤثر تفاضلي في الأبعاد الثلاثة ويعطى بالصورة التي تظهر أمامنا على الشاشة ومنتجه المجال المغناطسي B يعطى بالصيغة المتجهة أيضا في الأبعاد الثلاثة وعند تطبيق قاعدة الضرب القياسي للمتجهات نحصل على كمية قياسية وهذه يجب أن تكون مساوية للصفر ولهذه الصيغة أهمية كبيرة في التحقق من أي معادلة مجال إن كان مجالا معناطسيا أم لا إذا حقق شرط إن التباعد له يساوي السفر والآن لنوضح المعنى الفيزيائي للتباعد يطبق التباعد على كمية متجهة مثل متجه المجال المغناطسي وهنا يجب أن نعرف ما المقصود بمتجه المجال المغناطسي إن أي مجال مهما كان نوث هو دائما ما يكون كمية متجهة وفي الحلقة السابقة عرفنا كلمة مجال على أنها تغير يحدث في الفراغ وأضيف هنا أن كلمة مجال هي مصطلح اقترحه العالم فردي الذي كان يحاول تفسير القوة المؤثرة عن بعد فكما نعلم إذا وضعنا مسمار صغير على الطاولة بجوار مغناطس سنلاحظ حركة المسمار في اتجاه المغناطس وحتى نفهم كيف تعمل القوة عن بعد اقترح فردي مفهوم المجال واعتبر أن حول المغناطس ينشأ تأثير في الفراغ يعتمد على قوة المغناطس والبعد عن ولتمثيل المجال المغناطسي بشكل عملي نقوم بنثر برادة حديد فوق سطح زجاجي يوجد أسفله مغناطس وستجد أن حبيبات برادة الحديد أخذت شكل معين يمثل خطوط المجال المغناطسي وهذا الترتيب حدث بفعل القوة المغناطسية التي تعمل في الفراغ وتؤثر على كل حبة من حبيبات برادة الحديد بقوة نسميها قوة مغناطسية كما يمكن رسم خطوط المجال المغناطسي بالاستعانة ببوصلة حيث أن القطب الشمالي لإبرتها المغناطسية ينجذد دائماً نحو القطب الجنوب للمغناطس وبتحريك البوصلة حول المغناطس يمكن وضع السم تعبر عن اتجاه القوة المغناطسية المؤثر على الإبر المغناطسية هذه الخطوط تعطي تصور للفضاء حول المغناطس وكيف أن القوة المغناطسية تؤثر في الأشياء التي لها خواص مغناطسية مثل الحديد وفي الحقيقة المجال المغناطسي ينتشر في الأبعاد الثلاثة وليس كما أظهرته لنا برأة الحديد في بعدين كما إن هناك العديد من المصادر المغناطسية الأخرى غير المغناطس الدائم فمرور تيار كهرباء في سيليك ينشأ حوله مجالاً مغناطسياً أيضاً وقد سبق أن خصصنا حلقة حول هذا الموضوع وسأضع رابط الحلقة في صندوق الوصف لتطلع عليها وبعد أن وضحنا المجال المغناطسي وكيف يمكن أن نمثله من متجهات حول الجسم المغناطسي نعود إلى التباعد للمجال المغناطسي وما يعني ذلك؟ عندما نحاول إيجاد التباعد لمجال متجه نحن نقوم في الأساس باختيار منطقة صعيرة جداً من الفضاء ثلاث الأبعاد داخل هذا المجال ونحسب مدى توجه هذا المجال نحو تلك المنطقة أو خروجه منه لتوضيح الأمر بشيء من التفصيل وجعله أقرب للتخيل سوف نستعين بأحد الأمثلة المشهورة المستخدم لتصور مفهوم حساب التباعد لمتجه المجال تصور أنك تقوم بملئ حوض الاستحمام ولكنك تركت المصرف في الناحية المقابلة مفتوحة ولنتخيل ماذا سيكون لدينا سيتدفق الماء من المنبع وهو حنفية الماء متجهاً نحو المصرف أو المصب ويمكن أخذ الصورة من الأعلى للمشهد بالكامل وهنا رسمت مجموعة أسهم تشير إلى اتجاه سرعة حركة الماء من المنبع إلى المصرف وهكذا يكون لدينا مخطط لتوزيع متجهات سرعة الماء ويمكن اعتبار هذا المخطط مماثلاً لمجال والنسميه مجال تدفق الماء لأنك إذا وضعت جسم اختبار في حوض الماء مثل لعبة بلاستيكية خفيفة فستجد أن اللعبة تتأثر بقوة وتتحرك في اتجاه سعم المجال عند النقطة التي وضعت عندها اللعبة المهم هنا أننا شبهنا متجه سرعة الماء V في الحوض بالمجال المغناطيسي B في الفراف حسناً الآن لنفطر الدائرة صغيرة ونقوم بحساب التباعد لها وليكن موضع الدائرة في وسط الحوض سنجد أن عدد المتجهات التي تدخل على الدائرة يساوي عدد المتجهات التي تفرج منها وهذا يعني أن التباعد في هذه المنطقة يساوي صفر الآن لنفطرد أننا نحسب التباعد عند المصدر هنا مثلاً ووضعنا دائرتنا سنجد أن الماء يتدفق إلى خارج الدائرة وفي جميع الاتجاهات وهنا نقول أن التباعد موجب وهذا يعني أن هذه المنطقة هي مصدر الماء بمعنى آخر التباعد لمتجه سرعة الماء في هذه المنطقة يكون موجباً الآن ننقل الدائرة إلى الطرف الآخر من الحوض عند المصرف ويمكننا أن نرى بوضوع في هذه المنطقة أن كل الماء يتدفق نحو الدائرة عند هذه المنطقة حيث يتدفق متجه سرعة الماء نحو الدائرة نقول أن التباعد هنا سالب وتعرف هذه المنطقة من المجال بأنها مصرف أو مصب وهذا ما يقوم عليه الحساب التباعد لأي كمية متجهة دعونا الآن نعود إلى معادلة ماكسو التي تتحدث عن تباعد المجال المغناطيسي الآن تخبرنا هذه المعادلة أن تباعد المجال المغناطيسي في أي مكان سوف نجده مساوياً للصفر دائماً إن هذا مهم حقاً لأنه يخبرنا ببعض الأشياء أولاً أنه لا يوجد مصدر منفرد للمجال المغناطيسي وقارن هذا مع المجالات الكهربية على سبيل المثال التي تحتوي على مصدر ومصرف الشحنات الموجبة هي مصدر لأن المجال الكهرب يخرج من الشحن الموجبة والشحنات السالبة هي مصرف لأن المجال الكهربية تجه نحو الشحن السالبة لكن هذا ليس صحيحاً بالنسبة للمجالات المغناطيسية وفقاً لمعادلة ماكسو لذا دعونا نتحقق مما إذا كان هذا صحيحاً بالنسبة لمجال المغناطيس دائم وسوف نأخذ أي شكل حجمي ونحسب التباعد له وليكن مكعب لنرى إذا كنا نستطيع العثور على أي مصدر أو مصرف للمجال المغناطيسي في هذا الرسم هل هناك أي منطقة يمكن أن نجدها ويكون تدفق المجال المغناطيسي لمكعب إلى الداخل أو الخارج؟ حسناً لنبدأ بهذه المنطقة مجرد منطقة عشوائية في المجال المغناطيسي انظر يتدفق المجال المغناطيسي إلى الداخل ثم يتدفق مباشرة إلى الخارج مرة أخرى لذا فإن التباعد في هذه المنطقة هو صفر ولكن ماذا عن أقطاب المغناطيس؟ يبدو أننا وجدنا ما نريد هل لنا أن نقول أن معادلة ماكسويل لا تنطبق على أقطاب المغناطيس؟ وإن هذا يشكل خللاً في معادلة ماكسويل لأن كل الخطوط تبدو أنها تخرج إلى الخارج من المكعب وهذا يعني أن هذه المنطقة لا يكون التباعد مساوي للصفر حسناً لا ليس صحيح السبب الوحيد الذي يجعل القطب المغناطيسي يبدو كأنه مصدر هو لأننا لم نرسم خطوط المجال المغناطيسي داخل المغناطيس نفسه ولكن عندما نفعل ذلك فإنهم يبدو هكذا وهنا نعود ونقول كنا على خطأ معادلة ماكسويل صحيحة والمجال المغناطيسي الآن يتدفق إلى الداخل ويتدفق مباشرة إلى الخارج مرة أخرى من هذا يمكننا أن نستنتج شيئاً مهماً معادلة ماكسويل تخبرنا أنه لا يوجد شيء مثل أحادي القطب المغناطيسي أو القطب المفرد لا يمكنك أن تحصل على قطب شمالي يخرج منه المجال المغناطيسي أو قطب جنوبي مفرد عندما يكون لديك مادة مغناطيسية فإن تلك المادة ستحتوي دائماً على قطب شمالي وقطب جنوبي وإن خطوط المجال المغناطيسي تبدأ عند القطب الشمالي وتنتهي عند القطب الجنوبي حتى لو كنا نتحدث عن حجم مغناطيس ضخم بحجم الكرة الأرضية فخطوط المجال المغناطيسي للكرة الأرضية تبدأ من عند القطب الشمالي وتستمر وتنتهي عند القطب الجنوبي لهذا السبب عندما تقطع مغناطيس إلى نصفين لا تحصل فقط على قطب شمالي منفصل وقطب جنوبي منفصل بل ستحصل على مغناطيسين صغيرين كل منهما يحتوي على قطب شمالي وقطب جنوبي ننتقل الآن إلى الصيغة التكاملية لقانون جاوس المغناطيسية والتي يمكن الحصول عليها بإجراء التكامل الحجمي للصيغة التفاضلية وسنحصل على الصيغة التكاملية وهي أيضاً تعطي نفس المفهوم الذي حصلنا عليه من الصيغة التفاضلية ولكن من منظور مختلف نجد متجه المجال بمرة أخرى في الصيغة التكاملية ولكن هذه المرة مضروباً ضرباً نقطياً في متجه يعرف مسم متجه المساحة وجاءت المساحة هنا من التعامل مع مساحة الشكل الحجمي الذي استخدمناه في الصيغة التفاضلية لدراسة التباعد في الفراغ وبالتالي نكون في الصيغة التكاملية قد استبدلنا حجم المكعب بالمساحة التي تحدده وعند تخسيم السطح لعناصر صغيرة وتمثيل كل عنصر بمتجه عمودي على المساحة فإننا نحصل على صيغة تكاملية وتعمل هذه الصيغة على إيجاد كثافة التدفق المغناطيسي عبر سطح مغلق والذي يساوي الناتج الإجمالي لكثافة خطوط المجال المغناطيسي الداخل على السطح ناقص كثافة الخطوط الخارج من السطح والتي في النهاية تساوي صفر أي أن كثافة الخطوط الداخلة يساوي كثافة الخطوط الخارج من سطح مغلق ومرة أخرى هذا هو نفس ما توصلنا له في الصيغة التفاضلية لكن من منظور مختلف حيث تخبرنا الصيغة التكاملية عن تفاعل المجال المغناطيسي مع سطح مغلق في حين تخبرنا الصيغة التفاضلية عن تفاعل المجال المغناطيسي مع الحجم وكل الصيغتين تصفان نفس السيناريو لكن كل منهما تفعل ذلك بطرق رياضية مختلفة نلاحظ أن هناك تشابه كبير بين معادلة ماكسول الأولى ومعادلة ماكسول الثانية إلا أن المعادلة الأولى تتعامل مع الشحنات الكهربائية والتي توجد بشكل منفصل فالشحنات الموجبة لوحدها والشحنات السالبة يمكن أن توجد لوحدها وبالتالي يكون التباعد للمجال الكهربائي إما قيم موجبة أو سالبة أو صفر أما في حالة المجال المغناطيسي فلا يكون لتباعد المجال المغناطيسي إلا قيمة صفر وقد وضحنا مدلول ذلك وفي الختام يعد قانون جاوس للمغناطيسية أو المعادلة الثانية من معادلات ماكسول أحد الأركان الأساسية لفهم سلوك المجالات المغناطيسية هذه المعادلة تعبر عن حقيقة جوهرية وهي أن المجالات المغناطيسية لا تمتلك مصدر أو منبع وبالتالي لا يوجد ما يعرف بالخطب المغناطيسي الفردي فالخطوط المغناطيسية دائما ما تكون مغلقة مما يعني أن المجال المغناطيسي يتدفق باستمرار في شكل دوائر مغلقة دون أن يكون لها بداية أو نهاية في نقطة معينة في النهاية يظل هذا القانون شاهدا على عبقرية ماكسول وقدرته على تبسيط الطبيعة المغناطيسية المعقدة للعالم من حولنا بهذه الحلقة والحلقة السابقة نكون قد مهدنا الطريق لدراسة العلاقات بين المجالات الكهربية والمغناطيسية من خلال المعادلة الثالثة والرابعة لماكسول فاحرص على الاشتراك في القناة وتفليل جرس التنبيهات ليصلك إشعار بكل جديد أتمنى أن أكون قد قدمت شرحا مبسطا لعلاقة رياضية معقدة ووضحت المفاهيم الفيزيائية التي تنطوي تحتها إن أعجبكم الفيديو فضلا وليس أمرا التكرم وضع علامة إعجاب ومشاركة الفيديو ولا تتردد في طرح أي سؤال حول أي نقطة لم أقم بإعطائها حقها بالشرح والتوضيع وإلى اللقاء في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته